السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام أبرز الملفات اللي ينتابعها حياكم الله ومشاهدي الأحبة أصعب سنوات الجفاق وأقساها تنذر بكارثة إنسانية ومائية على المدى القريب عقب انخفاض الخزين المائي إلى مستويات مقلقة خطرية عظم وحراغ دبل ماسي مع أنقرة لم يأتي بجديد تعاد فيه الجارة تعبر عن سياساتها الجائرة وتطلق الحصة المقررة وتتقاسم الضرر وأمام تعنوا التركية وعدم قبولها بلغة المنطق لابد للعراق أن يستخدم أوراق الذهبية لمن الاقتصاد والتبادل التجاري أيضا ويمسك السلطة هناك من يدها المتألمة لكن ضعف الجبهة الداخلية وعدم التماسك الساسة جعل الأخيرة تتوغل في إذاء العراقيين فقصور الواردات والعجز في تدعيم الفروقات المائية بسبب هجرة ريفية وانكماش الخطة الزراعية وهذا غيظ من فيض مما كشفه وزير الموارد المائية في لقاء خاص مع قناة الأيام الفضائية واللي راح يعرض لحضراتكم يوم الخميس المقبل إن شاء الله عند الساعة التاسعة مساء أما في ملفنا الآخر من ملفات حصادنا لهذه الليلة نتحدث عن التركة الثقيلة التي خلفتها الحكومة السابقة وتحتاج أيضا إلى تضافر الجهود قطعا تحتاج إلى هذه الجزئية خصوصا الجهود المحلية والجهود الدولية للعمل بالخطة التنموية والشاملة التي أعدتها وزارة التخطيط قبل أيام ودعمها البرنامج الإلمائي لأمم المتحدة واضعا خطوات العمل ومتفاعلا مع الطروحات الواقعية المضمنة في المنهاج الوزاري لحكومة الخدمة الوطنية في المقدمة معالجة البطالة وعدم ودعم الفئات المهمشة ومحدودية الدخل وأصلاح القطاعات الاقتصادية بما يحقق مؤشرات متقدمة في عملية التنمية المستدامة لذلك المشاهدين الأحبة هذه الملفات سنتابعها في حصادنا لهذه الليلة تفضل من بقاء ويانا ومتابعتنا حياكم الله مجددا أبدت وزارة الموارد المائية وعلى لسان وزيرها السيد عون ذياب في لقاء خاص بالأيام أبدت قلقها إزاء المشاريع المائية اللي يتنفذها تركيا وفرضت واقع محفوظ بالمخاطر جعله عرضة للجفاف بالمفاوضات ينقصها العديد من التفاهمات الأمور لا تزال غير محلولة أخرى على المائدة في حال فشل الدبلوماسية في إقناع تركيا بالعدول على الموقف نفتح هذا الملف مشاهدي الأحبة لكن بعد أن نشاهد مقتطفات من حديث السيد الوزير الجديد الذي سيعرض كاملا يوم الخميس المقبل وعند التاسع مساء مثل ما نواهنا قبل قليل سيد سليفان هذا سيد مؤثر نحن الحقيقة ماشيرين هذا الموضوع ومؤكدين عليه لكن للأسف يعني ما أتهمهم يعني كملون برامجهم وأن يحققون يعني البرامج وأن يكون العراق تحت الأمر الواقع في حالة وصلنا إلى نقاط مسدودة هناك العديد من الأوراق ممكن استخدامها ومثلا الورقة التبادل التجاري الورقة الأمنية وكثير من الأوراق بس هذا يعتمد على يعني جانب القوة الحكومة العراقية على مواجهة مثل هذه التحديات في توجيه من دولة رئيس الوزراء أيضا طلب أن يكون الملف بإيدنا بس تعاون جاد من وزارة الخارجية يعني بالتأكيد يعني إحنا لا نستغني عن وزارة الخارجية ووزارة الخارجية مهمة في هذا الملف أيضا مجددا حياكم الله مشاهدي الأحباب هذا الملف أرحب بضيفي الكريم السيد علي راضي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية ضيفا كريما في الأستوديو أهلا بك أستاذ علي أهلا وسهلا حياكم الله وكذلك نضم معي عبر سكايب الدكتور نجم الغزي الخبير في الموارد المائية والمحلل السياسي من ذيقار حياك الله سيد نجم أبدأ مع حضرتك أستاذ علي نتحدث عن تصريحات سيد الوزير حول علاقتنا مع الجارة التركية والحصص المائية بالتالي مقبلين على موسم أمطار فيه قليلة سنوات الجفاف مرت موسم الصيف أيضا مرت كيف تنظر إلى كل هذه التحديات شكرا جزيلا سيد العزيزة وشكرا لهذه الاستطافة في قناتكم الكريمة حياكم الله حقيقة موضوع المياه وملف المياه وخصوصا ما يتعلق بملف التفاوض مع أتجارة تركية ملف طويل من سنوات عديدة هذا الملف حقيقة يعني أعتقد أنه خلال الفترة القليلة الماضية وبالتأكيد رح يشهد المتابع بشكل واضح خلال الفترة القادمة هناك تطور وصفحات جديدة في هذا الملف مع الجانب التركي باعتبار أنه النسبة الأكبر من إيراداتنا المائية في نهري بجدور فرات تتأثى من جانب التركي حقيقة موضوع ملف المياه وإتزام الجانب التركي بتأمين الحصة المائية العادلة للعراق وتقاسم الضرر هذه محاور مهمة جدا كفلتها كافة الاتفاقيات والمواثق الدولية إضافة إلى أن هناك مذكرة التفاهم سبق وأن أشرنا لها كثيرا تم توقيحها في عام 2014 وبقيت في أدراج الجانب التركي ومن بعد فعلن الجانب التركي حقيقة مصادقة للبنمان التركي والسيد الرئيس التركي عليها لكن مع الأسف لم تترجم هذه المذكرة على عرض الواقع فيها بنود مهمة فيها بند مهم يضمن للعراق حصة مائية عادلة لتلبية متطلباته حقيقة هذا الموضوع والآن مع التزاون مع ثلاث مواسم شحيحة نحن نتذكر عام 2019 كانت سنة وفيرة سنة غطبة كانت كمية الإيرادات المائية والأمطار كبيرة استطاعت وزاعة الموارد المائية أن تستغلها بشكل أمثل وازدادت خزين المائي بنسب متقدمة وعالية حقيقة ما تحقق من خزين المائي في عام 2019 خدمنا بشكل كثير في المواسم الشحيحة الثلاثة التي تلتها وكذلك اليوم نحن نعيش موسم شحيح آخر هذا أثر كثيرا حقيقة على جميع القطاعات لذلك اليوم نحن نلاحظ أن هناك إطلاقات مائية من السدود والخزانات أثرت بشكل على مستوى الخزين المائي أصبح هناك انخفاض في مستوى الخزين المائي بالتأكيد هذا من أجل تلبية المتطلبات وسد النقص الحاصل بقلك الإيرادات فاليوم نحن هناك صفحة جديدة هناك كانت اتصال أيضا مع السيد مبعوث الخاص للرئيس التركي مع معالي السيد وزير الموارد المائية وضح معالي السيد وزير الموارد المائية خلال هذا الاتصال المشاكل التي اتعرضت إليها جميع القطاعات بسبب نقص المياه قلة الإيرادات الشحة المائية قلة التساقط الأمطار التغيرات المناخية الظروف الطبيعية التي أثرت طبيعة السنين المائية متكررة وتم الاتفاق على المباشرة في عقد الاجتماعات الفنية زيارات المشركة الطلاع على المعلومات المتعلقة بالخزينة المائية في الجانب التركي وسياسة تشغيل هذه السدود حقيقة هذا موضوع مهم جدا لأننا دائما ما نذكر أن الشحة المائية ذو محورين محور فني ومحور طبيعة المحور الفني يتعلق بسياسة تركيا في التوسع بإنشاء السدود الخزنية والمشارع الأروائية أما الجانب الطبيعي فهو موضوع طبيعة السنين المائية والتأثر الكبير بالتغييرات المناخية اليوم لاحظنا لك دائم طبير جدا خلقنا نتقل لسيد الدكتور نجم الغزي الدكتور نجم أجد الترحابي بحضرتك يطرح السيد علي راضي العديد من وجهات النظر في السياسة التي ستتبعها وزارة الموارد المائية في الفترة الحالية والمستقبلية بالتالي لدينا الكثير من التحديات اليوم أيضا رئيس الوزراء كان إلى مؤتمر صحفي نص صراحة على طريقة التعامل مع الملف التركي بصورة عامة وملف المياه بصورة خاصة كيف تنظر إلى هذه المتغيرات الجديدة أسأل علي صوتك ما يوصلني بشكل صحيح إذا ممكن بس نعم صوتك الآن نقصة جاد الصوت يتعالج من المصدر اسمح ليس دكتور نجم بيان ما يتم إصلاح الصوت أو إعادة الاتصال مع حضرتك عبر سكايب أستاذ علي نتحدث اليوم عن هذه المشاريع التي تفضلت بها حضرتك بالنسبة للبرنامج الحكومي الذي سيقدم من قبل وزارة الموارد المائية سيضمن كل هذه التفاصيل التي تفضلت بها وأيضا ما صرح بها السيد الوزير بالتالي أنه هل من المتوقع أن سترتفع المبالغ المخصصة في موازنة 23 لوزارة الموارد المائية؟ نعم بالتأكيد اليوم موضوع البرنامج الحكومي وما يتعلق بهذا الجزء من البرنامج الحكومي بالموارد المائية من أهم المحاور وفي أولويات عمل الوزارة هنا المحورين الرئيسيين هو محور التفاوض محور التفاوض مع أتجارة تركية حقيقة في موضوع المياه والإرادات المائية وكذلك المحور الآخر هو موضوع الإجراءات التي تقوم بها الوزارة على مستوى الإجراءات الداخلية من إطلاقات المياه وتأمين توزيعات المياه أنا حبيت أن أشير إلى نقطة جدا مهمة وهي مضمئنة حقيقة ملف التفاوض ملف تفاوض المياه شهد دعما كبيرا جدا من دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد شاعر السوداني منذ بداية تشكيل الحكومة هناك توجيهات مستمرة بضرورة فتح صفحات جديدة اليوم ملف التفاوض هو ليس ملفنا فنيا مبحتا وإنما هو قد يكون جزء معين منه فني ولكن هو ملف فني دبلوماسي سياسي تجاري بالتأكيد اليوم العراق حتى يوصل إلى ضمان حقوقه المائية يجب أن تبحث هذه الملفات وأعتقد دولة رئيس الوزراء أشار بشكل مستمر وأخرها اليوم على هذا الملف وهذا دليل على الاهتمام الكبير والتشخيص الدقيق لخطورة هذا الملف وتحديات شحة المياه وقلة الإرادات المائية أما من ناحية أخرى بما يتعلق بتأمين التخصصات بالتأكيد هي مرتبطة بالأمور الإجرائية وخطة الوزارة ضمن الدراسة الاستراتيجية في معالجة الشحة المائية وتخفيف آثارها وضمان وصول الحصص المائية لكل المستفيدين اليوم إحنا عدنا خطتين رئيسيتين الخطة الأولى هي إطلاقات المياه من السدود والخزانات لتلبية المتطلبات الرئيسية وسد النقص الحاصل في قلة الوالد المائية والإرادات المائية والخطة الثانية هي تتعلق بإيصال المياه وتوزيعات المياه لكل المستفيدين نركز في جهودنا في هذه العملية على تطبيق نظام المناوبة أو المراشنة بتوزيع المياه منع ورفع التجاوزات بكل أنواع سواء التجاوزات على الحصة المائية أو رمي المخلفات والملوثات بالمياه وكذلك هناك متابعة حفيثة من أجل إيصال الحصة المائية كما ونوعا لكل المحافظات وخصوصا محافظات الذنائب التي تقع أسفل النار يعني أدنى محافظة البصرة ميسان بيقار السماوة دائما ما نركز على تأمين الحصة المائية لتلك المحافظات باعتبارها أكثر تأثرا من غيرها بموضوع الشحة المائية والتجاوزات اليوم إذا نجحنا بإيصال المياه لهذه المحافظات بالتأكيد إحنا تلقى أيد نجحنا في إيصال المياه لكل المستخدمين بالأعلي اليوم المتطلبات الرئيسية هي المتطلبات الرئيسية لتأمين المياه الخام باعتبار وزارة المورد ما هي مسؤولة عن إدارة المياه الخام هي القطاع الزراعي تأمين المياه الخام لمحطات الإسالة لإنتاج مياه الشروب أيضا تأمين المياه لإنعاش الأهوار وحقيقة معالجة ما ممكن معالجته من الآثار الكبيرة التي تعرضت لها مناطق الأهوار بسبب الجفاف وقلة الإرادات المائية دفع اللسان الملحي في محافظة البصرة وكافة المتطلبات الأخرى الرئيسية اللي هم جهود حديثة خطط بدأت تطبق على أرض الواقع هناك مشاريع قصيرة الأمد وبعيدة الأمد تهدف بشكل رئيسي لتخفيف آثار الشحة المائية من جانب آثار علي حدثني لصفا عن قضية الموازنة وتفصال البرنامج الوزاري حول التخصيصات المالية المطلوبة لتحقيق هذه المشاريع خلال المدة المقبلة أو خلال عام كامل حتى أن أرفع أكو موازنات أخرى شو وقت راح تقدموه وين وصلتوا بهذا الإنجاز؟ نحن بالتأكيد التوجيهات المركزية أن تقديم الموازنة الخاصة للوزارة خلال هذه الأيام من أجل الإصراع كان خلال أسبوع حاسب بعد يعني بقت أيام قليلة بالضبط خلال أيام قليلة تم المباشرة بإعداد هذه الموازنة في مراحلها النهاية ستقدم خلال يومين القادمين بالتأكيد هذا الموازنة تم الأخذ بنظر الاعتبار فيها كافة المشاريع المهمة والطارئة أنا تحدثت قبل قليل وقلت أن هناك عندنا خطبة قريبة الأمد الغاية من عندها هو معالجة سريعة إيصال الحصص المائية للمستفيدين تنفيذ الأعمال السريعة التي تخفف من آثار الشحة المائية مثلا الاعتماد على المياه الجوفية على سبيل المثال التوسع في حفر الآبار من أجل تأمين المياه للمناطق الواعدة المناطق التي يصعب بوصول المياه الصفية هذا الكثير من الأمثلة اللي بحاجة إلى دعمها وجد الترحابي من فضلك صلى الله عليه وجد الترحابي الدكتور نجم الغزي دكتور نجم يعني آسفين الانترنت ويا حضرتك ما كان بشكل ملائم خلينا نتحدث عن التخصيصات المالية لوزارة الموارد المائية بالتالي عندنا صارت تصنيفات من ضمن الحكومات السابقة أنه عندنا وزارات ثانوية ووزارات سيادية هسا ما عرف شو صارت هذه التصنيفات حسب عدد منتسبيها أو حسب تخصيصاتها المالية أيا يكون التصنيف ولكن وزارة الموارد المائية راح تشهد أنه انتعاش في الحكومة التي وصفها الإطار التنسيق بحكومة الخدمة الوطنية تقديم الخدمات وهذا الملف ملف المياه يعني فيه الكثير من الخدمات سواء على مستوى الزراعة أو الاستثمار دكتور نجم يعني أعتقد أكو مشكلة باتصال الإنترنت من يم حضرتك بالحاسبة أو بالتليفون ما جاء نسمعك بصورة صحيحة أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد نجم الغزي الخبير في موارد المائية والمحل السياسي انضممت معنا عبر اسكاب منذي قارو لكن نتأسف ما استثمرنا وجود حضرتك وصال عني يتحدث عن دعم رئيس الوزراء لوزارة الموارد المائية واليوم أيضا كان هناك نص لحديث المؤتمر الصحفي في هذا الجانب بالتالي الأيام تمضي سريعا تبقى عندنا ناقش قضية وزارة الموارد المائية وعلاقتها مع بقية الوزارات باعتبار أن ملفها ملف حيوي ويشترك ويشتبك مع الكثير من الوزارات شون رح تكون إدارة هذا ملف المياه مع باقي المفاصل نعم حقيقة ابتداء يعني احنا كما أشرت قبل قليل يعني احنا لاحظنا احنا كتمختصين في وزارة الموارد المائية وكل المتتبعين الاهتمام الكبير لدورة رئيس الوزراء بموضوع المياه وملف المياه ودعم وزارة الموارد المائية في هذا المجال خاصة في هذه الظروف الصعبة بقلة الإرادات المائية والشحة المائية اليوم إذا أريد نعاود ونتحدث عن الأمور الإجرائية الكفيلة بتخفيف آثار هذه الشحة يمكن أشرت قبل قليل إلى موضوع اعتماد استخدام المياه الجوفية استخدام الآبار في هذا المجال النقطة المهمة هنا اللي أشرت عليها حضرتك هذا السؤال مهم جدا اليوم احنا تحدثنا أن وزارة الموارد المائية هي وزارة مسؤولة عن إدارة المياه الخام بكل أنواحها ولكن اليوم المسؤولية الكبيرة أيضا تقع على عاتق المستهلك المستخدم للمياه اليوم عندنا العديد من القطاعات على سبيل المثال القطاع الزراعي وضرورة استخدام التقنيات الحديثة بالرأي الحقلي أيضا استخدام وتطوير هذه المنظومات الاعتماد أيضا على آليات حديثة في نقل المياه وهذا ما عملت عليها واقعا اليوم وزارة الموارد المائية الآن مشاريع تنفذ بتبطين القنوات باستخدام تقنيات حديثة مثل اللحاف القرساني نقل المياه بواسطة القنوات المغلقة هذه كلها كفيلة أنه توفر وترشد وتمنع التجاوز على المياه والمحافظة أيضا على نوعية المياه واستخدام التقنيات الحديثة سواء بالمياه السطحية أو المياه الجوفية استخدام محاصيل معينة ذات استحلاق قليل للمياه أكو تنسيق كبير بين وزارة الموارد المائية وكذلك وزارة الزراعة الجانب الآخر مثلا دوائر البلدية رمانة بغداد الجهات المعنية بإنتاج المياه الشرب وزارة الموارد المائية مسؤولية تتؤمن المياه الخام لهذه المحطات لكن اليوم هنا المسؤولية في ترشيد استخدام المياه في كل القطاعات في كل المحاور اليوم جهود للوزارة كبيرة جدا مثلا في مجال قطاع الأهوار اليوم جهد آلي كبير جدا حقيقة ساهم في عملية تأمين وتنظيف وتطهير مغذيات الأهوار لتأمين وصول المياه وهناك كميات إضافية أمنت من قبل وزارة الموارد المائية لعادة إنعاشرة وضمان بقاء الساكنين في تلك المناطق في مناطقهم واستمرار هذا التنوع الإحيائي الموجود جهود مشتركة حقيقة كانت بين جهد الهندسي لوزارة الموارد المائية الجهد الهندسي لهيئة الحج الشعبي كان إلى دور فعال أيضا بالجانب الفني هناك تنسيق أيضا بين وزارة الموارد المائية وبدعم مركزي من الحكومة المركزية من دولة رئيس الوزراء مجلس القضاء الأعلى كافة الجهات الأمنية قيادات العمليات من أجل رفع ومنع التجاوزات وضمان وصول الحصص المائية لكل المستفيدين في هذا المجال هذه الإجراءات السريعة والتي تم المباشرة فعلا بها ومستمرة حقيقة هذه كفيلة أن تخفف آثار الشح المائية وتضمن وصول المياه لكل المستخدمين أما من ناحية المشاريع الاستراتيجية فبالتأكيد الوزارة لديها ضمن الدراسة الاستراتيجية مجموعة من المشاريع استراتيجية المهمة التي تدعم وتقوي وتطور المنظومة الأرواية بالعراق بشكل عام منها على سبيل المثال السدود الصغيرة السدود حصاد المياه خصوصا في الشريط الشرقي والغربي نستفاد حقيقة في مواسم الأمطار وفي المياه الواردة من السيول والأمطار بالتأكيد هذه المياه يمكن تجميعها في هذه السدود الصغيرة ذات السعادة الخزنية القليلة وتغذية المياه الجوفية إضافة إلى أرواء المناطق المحيطة بها الكثير من المشاريع التي تحتاج بالتأكيد إلى دعم وهذا الدعم موجود ولمسناه واقعا حقيقة من دولة رئيس الوزارة ومن الحكومة المركزية أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ علي راضي متحدث في اسم مزارة الموارد المائية ثلاثة الحوار وضيفة كريمة في الستوديو مشاهدي الأحبة كونوا معنا بعد الفاصل نتابع شكرا جزيلا مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة أرحب بضيفي الكريمين سماحة الشيخ حيدر اللامي عضو اتلاف دولة القانون حياك الله سماحة الشيخ ضيفة كريمة في الستوديو وكذلك أرحب بأرساد عمار الناصر الكاتب والمحرر السياسي حياك الله ساد عمار ضيف الكرام ومحبا بكم سماحة الشيخ أبدا ما حضرتك نتحدث عن الحكومة الجديدة والتي استلمت منذ عشرة أيام حراك مكوكي على الهيئات على الوزارات أمانات بغداد لاحظنا يوم أمس ومؤتمرات صحفية أولا بأول تلخص الحدث بالتالي لو أخذنا قطاع التنمية المستدامة وخصوصا هذا الاستثمار في جوانب عدة لربما ريد العراق ينهض بهذه الجوانب بعد أن شهد تراجع كبير خلال السنوات الماضية كيف تصف الحكومة اللي قال عنها الإطار التنسيق بأنها حكومة خدمات رح تجي للمواطن بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة على محمد وعليه الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى جميع المشاهدين والمشاهدات من دواعي سروري لقاءكم واقعا حكومة السيد الشياع السوداني هي حكومة مثل ما قلنا عنها في البداية وسوف نساندها ونقويها ونعمل معها ونقف معها وهذا هو المطلوب منا جميعا في الإطار وفي كل العمل السياسي هي حكومة خدمات كيف لنا تركة ثقيلة من حكومة السيد الكاظمي هذه الحكومة التي جثمت على صدر العراق عصابة تولت على الحكم في العراق لذلك تجد أن السيد محمد الشاع السوداني أينما وضع يده سوف يجد هناك شبه خراب أخطاء كبيرة أخطاء بالجملة مشاريع متعطلة متلكة مشاريع باقية إلى منها الخبسون بالمئة ومنها الستون بالمئة ومنها السبعون بدأ السيد السوداني التي فيها السبعون فما فوق إنجازها كثيرا من الأمور التي إذا أردت أن أتحدث بها وأخذها على شكل انفراد أحتاج إلى وقت طويل لكن هناك خراب كبير موجود وبصراحة في كل المفاصل الموجودة نتيجة حسب ما عبر عنها السيد محمد الشاع السوداني جائحة الفساد عبر عنها بجائحة كونها أنه ملأت العراق بأسرة في كل مفاصلة من الشمال إلى أنه حكومة أتت لتسيير أعمال لحين الانتخابات ولكن لاحظنا إلها مساندين واخذت صلاحيات كاملة بل حتى في تصريف الأعمال كانت متمتعة بالكثير من الصلاحيات أي حكومة تقصدت؟ حكومة سابقة لا عفوا للحكومة السابقة لم تكن حكومة تصريف أعمال بل أخذت الصلاحية الكاملة في فترة تصريف الأعمال كانت لديها بعض إذا أردنا أن نعود إلى الأشهر الماضية التي كانت بها حكومة تصريف أعمال نعم تجاوزت كثير من صلاحياتها لذلك السيد السوداني ترك هذه الأمور ولغاها جميعا كونها غير قانونية وغير دستورية لذلك نقول أنه هناك عمل مضني وكبير يحتاج إلى تكاتف الجميع السيد الشياعي السوداني والإطار وحده لا يستطيع أن يلبي ما الإطار كان هو نواة تحالف إدارة الدولة بالتالي أنه كل قدر السياسية تحالف الضبلمان هي ممثلة لهذه الحكومة حتى تحالف إدارة الدولة يحتاج إلى بصراحة إلى الشعب العراقي حتى الشعب العراقي يجب أن يتكاتف من أجل أن نعبر إلى الضفة الثانية والشعب العراقي أيضا سمحت الشيخ بحاجة إلى المجتمع الدولي وفي هذه الجزئية وجدت رحابي حضرتك سيد عمر نتحدث عن البرنامج الإلمائي لأمم المتحدة المطلوب منه أنه يدعم الفرق التخصصي للتنمية المستدامة في العراق في قطاعات مختلفة وصولا لإعداد تقارير رصين رح تخدم وتسهم في تشخيص التحديات وتحديد أولويات هذه الحكومة المجتمع الدولي إلى دور فاعل رح تشوفها بالمرحلة المقبلة شكرا جزيلا لجنابك الكريم وليشيخ حيدر لامي المحترم يعني أنا أعتقد أنه هناك بعض الجزيات المهمة بهذا الموضوع والتي هي سوف تحدد بوصلة ذهاب المجتمع الدولي لمساعدة العراق بهذا الجانب من عدمه وأولى تلك الجزيات هي باعتقاد هي مدى جدية القائمين على المطبخ السياسي بمكافحة الفساد لأن اليوم المجتمع الدولي يراقب بحذر وعن كثب ما هي النتائج المتحققة من المنهاج الحكومي الذي سوف يذهب إلى تحقيقه السيد محمد الشعى السوداني لذلك تجد بأن هناك ينبغي أن توجد إثبات لحسن النواية وإثبات ومصداقية لما تقدم به السيد السوداني بخصوص مشكلة مكافحة الفساد لأن المجتمع الدولي اليوم يرى بعدسة عين السمكة الظروف الموضوعية والمحيطة بالسياسة الداخلية العراقية أخاف المشاهد عبارة عين السمكة ضيقة يعني الوايد انجل هو الرؤية الموسعة يعني تمام سيد عمر نعم أحسن الرؤية الموسعة لأن هذا هو مصطلح سياسي باعتبار أنه نستخدم في بعض الأحيان لذلك تجد بأن مجال التنمية المستدامة يحتاج إلى دعم دولي ودعم إقليمي ومن هذا الموضوع أعتقد بأننا بإمكاننا الذهاب إلى استنساخ تجربة مهاتير محمد في مجال التنمية وأن يكون هناك استنساخ واستثمار وتعظيم للرأس المالي البشري ولا يكون هناك عملية لتجهيل المجتمع القطيع الذي تذهب بعض الجهات للأسف الشديد إلا أن يكون مثل هذا المفهوم لديها إذن نحن اليوم باعتقادي هذه هي مرحلة مهمة وأن تكون حكومة السيد محمد الشاع السوداني بهذه المرحلة هي كنوات لشبكة عنكبوتية من أجل الذهاب إلى تحالفات اقتصادية يكون العراق تحالفات اقتصادية أقليمية أقصد يكون العراق هو جزء لا يتجزأ من هذه النوات سوف يكون بذلك استصطاح للأراضي وبناء للمصانع وإعادة لهيبة العراق في صدارة النفوذ العربي والإقليمي إذن الموضوع هو متعلق بمدى ذهاب القائمين على تنفيذ مثل هذا الموضوع بمدى جدية الإرادة السياسية على تحقيق هذه المجزات إذن نحن اليوم أمامنا ربما هي مرحلة مفصلية وربما سوف يكون السيد محمد الشاع السوداني لديه تحديات خطيرة داخلية وخارجية على اعتبار بأنه ليس الجميع هو مشارك في صنع القرار السياسي بسبب غيار التيار الصدري وبعض القوى السياسية الأخرى التي لم تشارك في تشكيل الحكومة الحالية سمحت الشيخ سيد عمر الناصر يشير إلى تجربة ماليزيا فبالتالي نحن نريد نعلي سقف المطالب ونثقل الحكومة خلينا أخذ تجربة أخرى دولة أفريقية وعانت نفس ما عانى العراق من حروب طائفية منطقة يسمى رواندا هي دولة بصراحة وقبل أكثر من 22 سنة اتخذوا موضوع رفعوا الشعار قالوا رواندا من المجاعة إلى الريادة وقبل سنتين خلال 20 سنة وقبل سنتين ما خلوا مواطن رواندي تحت خط الفقر بالتالي لو اتبعنا هذه النظرية وصارنا نحن تسقطع السنة ما كان وصلنا إلى مصاف رواندا على أقل تقدير هذه الدولة الأفريقية اليوم لما نريد أن نبدأ بدايات صحيحة شو نخلي الشعار ما دام نتحدث عن التنمية المستدامة واقعا تتكلم عن التجربة الأفريقية وأنا كنت في عام 18 كنت في أفريقيا لقيت هناك محاضرات في كوتوفور وفي ساحل العاج ورأيت هناك تطور كبير لكن هذا التطور أيضا كان مساندا نفس اللي تكلمت به أنه كان هناك تكاتف بين الحكومة والشعر يجب أن يكون هناك تكاتف حقيقي ومثل ما تفضل أخي أستاذ عمر يقول أنه يجب أن تكون هناك حسن نوايا حسن نوايا يجب أن تكون من الجميع السيد الشاع السوداني أخوه صديق يعني لا يستطيع أن يصل إلى ما نبغي إليه وحسب السقف العالي الذي نطلبه ويطلبه الشعب العراقي لا يمكن أن يكون إلا بتكاتف الجميع ودعم الجميع هذا الدعم المصحوب بحسن النوايا يجب أن لا نكون متربصين على الأخطاء سوف تكون هناك أخطاء نعم واردة الأخطاء واردة هنا أن نقف هنا وأن نتأخر هنا لكن يجب أن تكون هناك حسن نوايا من أجل بناء عراق حر كامل ديمقراطي هذا العراق يجب أن يتقدم بأسرع وقت ممكن كون أن كل مؤهلات النجاح كل مؤهلات التقدم موجودة موجودة الكتلة البشرية الموجودة الإمكانيات المادية موجود أيضا الوقت موجود في هذه المرحلة لذلك حسن النوايا أهم ميزة ممكن أن تكون في هذه المرحلة صحيح أن هناك بعض الأطراف السياسية المهمة هي اليوم هي خارج العملية السياسية أيضا نحتاج أن تكاتفها في المرحلة القادمة من أجل أن نعبر إلى برأمان العراق ليس عراق السياسيين فقط بل العراق هو عراق لكل العراقيين يجب أن نعمل بجد من أجل العبور بدون العمل بجد بدون حسن نوايا بدون تقبل أخطاء الآخرين بدون نسيان ما كان من خلافات بدونها لا يمكن أن نعبر إلى برأمان يجب أن تتوحد نكون قريبين جدا ويكون معدنا قريب أيضا الإقليم الأكراد يكون قريبين معدنا جدا يجب أن نكون موحدين تحت لواء هذا رئيس الوزراء يجب أن ندعم دعم تام وهذا الدعم التام يجب أن يكون أوله محاربة الفساد أولا محاربة الفساد يجب أن بمحاربة الفساد يجب تقديم الفاسدين إلى العدالة يجب أن يكون هناك يد واحدة أن تضع على السلاح الذي هو يجب أن يكون سلاح الدولة السلاح المنفلت وغيره كل هذه هي تأخير لعملية البناء ليس فقط إحنا لدينا زراعة متأخرة صناعة متأخرة تعليم متأخر هذا ليس فقط يجب أن يصلح الإنسان نفسه يجب أن يكون هذا سلاحي فقط موجه أمام أعداء العراق يجب أن يكون تحت لواء رأسة الوزراء يجب أن نكون موحدين هذا التوحد هذه التنصيصات سمحت الشيء نعم واليجب هذه الوجوبية أستاذ عمر يعني شوان ممكن أن نسقطها على أرض الواقع حتى لا تكون نظرتنا نظرة طوباوية بالتالي أنه نشوف بحسن النواية يعني عقدنا حسن النواية أهل شيء أن تكون هناك حسن النواية لعبور بالعراق لا برأمان طيب أستاذ عمر راح نرجع لفرويد أنه شعور ولا شعور شو ما عرفنا بالسياسيين شو ما عرفنا بالطبقة الاجتماعية بالتحديات اللي من الممكن خلو ما نقدر نحكم على النواية بالتالي أنه راح نشوف الأولويات لما سماحت الشيخ يتفضل بأولى الأولويات مكافحة الفساد هذا الموضوع ما نشوف أنه راح يأخذنا لربما يكون مانع من تحقيق بقية الأولويات سياسة تسوية الأرض وبذرها ومن تالي سقيها شو وقت راح نحصد الثمار والإطار وصف حكومته بحكومة خدمات معناها خلال شهر شهرين لازم نلمس كثير من الخدمات بيد المواطن مكافحة فساد صحيح بس ما راح تدخل بجيب المواطن كنفر الزايدة يعني أنا أعتقد أنه من أولى الأولويات اللي ممكن الذهاب إليها من قبل حكومة السيد محمد الشاع السوداني إلى إعادة بناء الإنسان العراقي من جديد وإعادة الثقة صحبت علينا بالزايد أستاذ عمر نعم صحبت الموضوع بالزايد يعني إحنا مكافحة فساد راح يأخذنا إلى مسارات ما نعرف ترجعنا الخدمات أو لا نوع بناء الإنسان نعم للأسف هذا واقع الحال والشيء هو شيء مرتبط بشيء إعادة بناء الإنسان العراقي من جديد وفقاً لإعادة الثقة ما بين الطبق السياسي القابض على السلطة والشارع العراقي هي سوف تكون إحدى اللبنات الأساسية التي تبني الثقة ما بين القوى السياسية فيما بينها إذن نحن اليوم أبام أمامنا تحديات مكافحة الفساد ومكافحة الفساد باعتقادي هذه هي الأهم اليوم في جميع التحركات الموجودة وحتى بالمنهاج الحكومي هي أهم نقطة جاء بها السيد محمد الشاع السوداني الذهاب إلى أن يكون هناك مجلس تنسيقي إقليمي لأجل مكافحة التهريب والمخدرات هو من الأولويات التي أيضاً بإمكاننا تسليط الضوء عليها وبالإضافة إلى ذلك أن يكون هناك لدينا مجلس آخر لاستعادة الأموال المهربة والرجوع بأول فاسد من الحيتان الفاسدة التي نهبت وسرقت المال العام وزجه بالسجن سوف يكون إنجاز للسيد محمد الشاع السوداني وسوف تكون الحقيقية وبارقة أمل ونقطة شروع وباكورة عمل سوف يذهب بها السوداني لزرع الثقة ما بين الشارع العراقي أو الطبق السياسي والأغلبية الصامتة التي رأيناها اليوم للأسف الشديد هي من أول الفئات التي عزفت للذهب عن الانتخابات إذن المسؤولية هي تضامنية وأن يكون هناك محاكاة حقيقية وتناغم ما بين القوى السياسية بهذه المرحلة بالتحديد من أجل أن تكون الحلول القادمة هي حلول ناجعة ونوعية ولكن علينا أن لا نذهب بعيدا بالتمنيات لأن التمنيات هي دوما ما تصاب بالإحباط في الوضع السياسي الحالي في العراق كونه هو خاضع لمبدأ المتغيرات وليست التواهيط سماحت الشيخ بالإضافة إلى تخصص حضرتك الحوزوي تخصصك القانوني ريدنا استثمره في هذه الحلقة يعني إحنا لما نبني إنسان لما نكافح فساد هذا الموضوع مرتبط بوقت بالتالي إذا ريد نحكي ما نحكي على الاستراتيجية طويلة الأمد عشرين سنة وعشر سنوات نحكي على الخطة الخمسية آمن يقدر نطبقها لأنه إحنا الدورة البرلمانية أربع سنوات الحكومة في أطول حالات راح تبقى ثلاث سنوات بعد أن تأخر تشكيلها سنة كاملة إذا ردنا نخليه نفذ رؤية لمدة ثلاثة سنوات إذا ردنا نفصل هذه الرؤية بمقاسات تنفيذية راح نخليها لسنة واحدة على الموازنة بالتالي شو راح يضمن المنهاج الحكومي مرتكزات أساسية في التنمية المستدامة وتنسجم مع تحقيق هذه الأهداف بما يشهده العراق من واقع ما رد نوصف أي توصيف لأنه الواقع صراح صار معلوم والكل يعرفه الإصلاحات طويلة المدى شوان رتتحقق وإحنا عدنا موازنة لعام واحد واقعا الحل الأفضل أن يكون هناك أسس بناء الأسس هذه بناء الأسس هي التي ستكون الأمر المستدام فيها يعني عندما يأتي السيد الشاعي السوداني والوزراء والبوكلاء وكل المسؤولين في العراق نضع العراق على الجادة الصحيحة هذه الجادة الصحيحة هي بناء متكامل أنا لا أكون مثل يعني ما تصورت نظريا أو كذا لكن صدقني كل العراقين وأنا ألتقي بكثير من الأطراف الكل تريد التغيير والكل سأمت من ما موجود من أخطاء والكل تقول أنا أيضا من المشتركين بالأخطاء الذي يريد لديه إرادة سماحت الشيء نعم نعم هل تمتلك الإرادة؟ لا الإرادة موجودة عد الشعب العراقي وموجودة حتى عد الطبقة السياسية عندما يأتي السيد السوداني ومن معه سواء كان من الإطار أو من غير الإطار عندما يأتون باللبنة الأساس أن تضع الأساس صحيح كل من يأتي بعد السيد الشاعي السوداني يسير على هذا النهج هذا النهج هو الذي يستمر هذا ممكن أن يستمر ويعطي أنا قبل قليل كنت أتحدث مع السيد عمر أقول كان هناك وزراء عدة كان هناك أعضاء برلمان عدة لكن أين هم الآن؟ أصبحوا في طي النسيات ممكن أن تتذكر رياضي في الثمانينات لكن لا تتذكر الوزير للدورة السابقة أو للدورة السابقة كونه لم يكن موجوداً لدى الشعب العراقي عندما أراد أن يكون بناءاً للشعب الشعب يريد أن يضع اللبنة الأساسية في العمل الحقيقي لبناء دولة اليوم البناء الدولة يحتاج إلى تكاتف الجميع والكل لديها هذا الاستعداد حساً مرة يكون الاستعداد عشرة بالمئة مرة يكون خمسون بالمئة لكن هناك استعداد هناك طلب هناك سئم الشعب العراقي مما موجود من أخطاء ومخالفات حتى الذي استفاد من الأخطاء والمخالفات وجدها في بعد سنوات أن هي أخطاء تؤثر عليها أكثر مما نفعته لذلك الكل تريد أن تضع القدم الأولى نحو الطريق الصحيح وهذه هي البداية الحقيقية البداية الحقيقية حتى عندما يكون السيد الشاعي السوداني حتى لو كان لديه ستة أشهر وليست سنة أو ثلاث سنوات لكن يضع القدم الأولى الوضع السياسي وأنا أرى ذلك بهذه التحركات الصحيحة بهذه الكلمات التي واقعا هي تقع في القلب يعني عندما نسمع أنه يذهب إلى أمانة بغداد ويذهب إلى النزاهة ويذهب إلى وزارة الدفاع ولقاء بمسؤولين أجانب هذا العمل الحكومي الحقيقي الدؤوب هو الذي نحتاجه نحتاج إلى هذه الحركة طبعا وهناك كلمة جيدة وطيبة الوزير الذي لا يستطيع أن يقدم فسوف يذهب بعيدا عن الدرب كون الدرب لا يتحمل الطريق وعر لا يتحمل المتلكئين لا يتحمل المتأخرين لذلك نريد أن نضع القدم الأولى أو على جادة الطريق الصحيحة ومنها سوف نتقدم إلى الأمان أستاذ عمر القدم الأولى لما نخليها وإرادة وطنية خلينا نذكر القدم الخفية التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها في العراق خلال 20 سنة 19 سنة وأوصلتنا لما وصلنا إليه وهذه نظرية تعرف حضرتك في العلم السياسي أو علم نفس الإعلامي بالتالي الخطط التنمية التي تشجع على جميع الفئات وعلى تحقيق اندماج فاعل في المجتمع وغيرها من هذه الشعارات بالأخص نتحدث عن الشباب وضمان استعدادهم للمستقبل هنا راح نجعل الجهتين التشريعية والتنفيذية لما التشريعية تناقش لقراءة لقانون المعاقين ذو الإعاقة والاحتياجات الخاصة نشوف أنه الجهة التنفيذية وجهت مجلس الخدمة الاتحادي بتعيين الأوائل إذن هذا دعم الشباب وتنمية الشباب بإجراءات فعلية حتى الشاب يلمس لمس ليد هذه الخدمات التي تقدم إليه نقدر نخطو هذه الخطوات التي تفضل بها سماحة الشيخ يعني هو لا يوجد شيء مستحيل حقيقة على أرض الواقع إذا كان هناك نوايا حقيقية وصادقة بأن تحذو الحكومة العراقية حذو الدول المتقدمة في مجال التنمية المستدامة اليوم السويد مثلا توجد لديها خطط واستراتيجيات متوسطة قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى وتوجد لديها أولويات بالذهاب لاستثمار الشباب وجميع يعلم على سبيل المثال أن جميع الدول اللجوء أمريكا وكندا وسويد وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزلندا وإلى ما شابه هي تحاول استثمار وجود الشباب من الدول التي يعني يهاجر إليها بتلك البلدان إذن اليوم هو موضوع استثمار الطاقات الشبابية أمر لا بد منه في هذه المرحلة من أجل أن تكون لدينا عملية حقيقية لتعظيم موارد الدولة وأن يكون الشباب لديهم القدرة والقوة الحقيقية على أن يكون مكانهم الحقيقي في مؤسسات الدولة أمر طرح حضرتك على تجارب العديد من الدول الأوروبية بالتالي الدعم الدولي راح يكون حاضر للشباب لما نتحدث عن تعيين أوائل نتحدث عن دعم فئات مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين يعني باعتقادي إذا كانت هناك جدية بدعم الشباب من قبل عن طريق برامج تنموية صادقة ودعم المرأة في هذا المجال أيضا أعتقد بأننا اليوم سوف نشهد تحول حقيقي والدليل على ذلك أنه القرار رقم 13-25 الذي يخص تمكين المرأة من قبل الممتحدة وإلى ما شابه وأن يكون هناك قسم لهذا التمكين في كل دوائر الدولة العراقية هو بادرة لأن تكون المرحلة المقبلة هي مرحلة التي يرفع من قيمة الشباب إذن نحن علينا أن نستثمر مثل هذه الفرصة وأن نذهب بأن تكون لدينا برامج حقيقية لعادة التلمية ولكن لا أعتقد بأنها سوف تكون هي بمرحلة سهلة سوف تكون مرحلة صعبة لأننا بحاجة اليوم لغرس أولى لبنات تلك البذرة ولا أعتقد بأننا سوف تكون لدينا هذه القدرة إذا كان هذا الانشطار السياسي الذي نراه أمامنا يلقي بظلاله السلبي على أرض الواقع أشكرك شكرا جزيلا سيد عمر الناصر الكاتب والمحل السياسي أثريت الحوار في هذا ملف ضيفا كريما في الأستوديو والشكر للموفور لحضرتك سماحة الشيخ حيدر اللامي عضو اتلاف دولة القانون تفضلت في الكثير من الإثراءات شكري موصولي لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة في أمان الله شكرا